السلام عليكم ورحمة الله بركاته ازايكو يا شباب عاملين ايه اتمنى تكونوا بخير الفيديو النهاردة جامد عن موقع جديد ما تكلمناش عنه قبل كده ولكن الناس كتير اتكلمت عنه ولكن بصراحة ما تكلموش عنه زي ما هنتكلم معاكم عنه النهاردة وفي تريكات كتيرة جدا جدا في الموقع النهاردة هتميزك وهتخلي قبولك في الموقع اسرع من الناس اللي شرحته قبل كده بكتير ولو انت ترفضت في الموقع ده قبل كده او الريفيو بتاعك ترفض فهنقدر ان احنا نخليك يتقبل باذن الله النهاردة عن طريق الطرق اللي احنا هنقولها لك فقبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش اللايك الماتين بتاعك والسبسكرايب ويلا بينا نبدأ الفيديو على طول الموقع اللي نتكلم عنه النهاردة يا معلم هو موقع هتكسب منه فلوس عن طريق ان انت تعمل ريفيو ايو الريفيو شفت انت الريفيوهات اللي بتبقى تحت الابس ديت في الجوجل بلاي لو دخلت على جوجل بلاي كده هتلاقي فيه تطبيق واخد نجمة واخد نجمتين واخد تلات نجم وهكذا انت بقى بالزبط هتبقى الشخص اللي بيعمل الريفيو للتطبيق ده وانت مش تكسب سنت ولا اتنين ولا تلاتة من الموضوع ده لا انت هتكسب عشرة دولار من الريفيو الواحد او الله يساهم بقولك كده والموضوع حقيقي فعلا والناس كتير كسبت عشرة دولار مقابل ريفيو واحد اكيد الموضوع برضو مش هيبقى سهل جدا عن طريق ان انت تاخد الريفيو ان انت تاخد العشرة دولار بكل بساطة ولكن انا هوريك الطريقة اللي تخلي الموضوع باذن الله ابسط ما يكون فيريد تركز معاك كويس جدا الموقع النهاردة يا شابيلا هنتكلم عنه اسمو كابتيرا الموقع دوت جامد جدا في موضوع الريفيوهات دوت بل يكون افضل الموقع اللي بتقدم الخدمة ديت ان هي بتقدم لك فلوس مقابل ان انت تعمل ريفيو على التطبيقات وكمان فيه اه ناس مشتركة فيه او سوري فيه شركات كبيرة مشتركة فيه زي الفيسبوك زي تيليجرام زي غير من التطبيقات اللي عالية جدا يا جماعة والواتساب كل التطبيقات ديت بتدفع للموقع دوت فلوس عشان تجيب لها ناس يعمل لها ريفيوه الموقع دوت يا جماعة فيه ناس كتير هتقولك لازم يبقى عندك حساب في لينكد اين عشان تبدأ ان انت تسجل فيه او عشان تيتقبل الريفيو بتاعك الموضوع ملهوش اي علاقة تماما يعني الناس اللي لاتلك لازم حساب في لينكد اين ديت ناس ما عندهاش بخمسة جنيسة لكين ليه يا معلم؟ لان انت مش شرط يبقى معاك حساب في لينكد اين انت ممكن تسجل بكل بساطة عن طريق جوجل يا جماعة وعن طريق لينكد اين او عن طريق الايميل العادي بكل وساطة لو دوس على كلمة continue with email ديت وتبنى البيانات وتبدأ ان انت تدوس على كلمة sign up هيتبقيت لك قود على الايميل اللي انت كتبته هنا هتبدأ ان انت تحطه وتبدأ ان انت تسجل عادي جدا فمش شرط لينكد اين يا جماعة طيب لينكد اين الناس كانوا بتقول ان احنا نسجل بيه ليه? عشان البيانات اللي موجودة في اللينكد اين ديت بتبدأ ان هي تتحط تلقائيا في الموقع هنا يا شباب لانه قدام في الشرح لما نسجل ما اكو دخول دلوقتي فيه بيانات هنتطر ان احنا نملاها ده لو احنا مسجلين بلينكد اين مش هنتطر ان احنا نملاها يا جماعة ولكن انا بقول لك الموضوع بتاع لينكد اين دوت في شنك يعني مش هيفرق معاك اي حاجة خالص ان انت سجلت من لينكد اين او سجلت باميل عادي غير الحتة اللي انا قلتلك عليها ديت يعني مش هيفرق في التعليق يعني مثلا لو انت جيت عملت ريفيو باميل بلينكد اين هو هو زي اكنك عملت ريفيو باميل عادي جدا يا جماعة مش هيفرق في اي حاجة ولكن هو بس بعض اليوتيوبرز بيحبوا ان هم يتفاز لك طيب يا ستيفي صلى عن ربي كده في نفسك واول حاجة تعملها بعد تسجيل الدخول في الموقع ايه ما تروحش تعمل ريفيو زي بقيت بشر ربنا اللي بيروحوا ويعملوا كده كل اليوتيوبرز يقول لك بعد ما تعمل التسجيل في الموقع روح على كلمة ريفيو ديت وابدأ ان انت اعمل ريفيو على التطبيقات يا شباب واحدة واحدة عشان الريفيو تقبل لان الموضوع مش سهل انت بتاخد عشر دولار على الريفيو الواحد والناس ديت مش لقي الفلوس في الارض وهتدهلك كده الناس ديت بتعمل حساب لكل حاجة انت هتعملها في الريفيو اللي انت هتكتبه دوت وعلى اساسه بيقيموه هل هم اه شايفين ان هو يستحق العشر دولار ولا ما يستحقش العشر دولار فبالتالي جماعة اهم حاجة تعملها بعد اما تبدأ ان انت تسجل دخول تنزل كده وتبدأ ان انت تملى البيانات اللي قدامك ديت اللي هو الاسم الاولاني والاسم التاني وتبدأ ان انت تكتب الصناعة اللي انت شغل فيها وتبدأ ان انت تكتب يا جماعة علم او بتاعتك وتبدأ ان انت تختارها انا عن نفسي هبدأ املى البيانات ديت على اساس ان انا تمريد. انا يا شباب اساسا كده كده اخصائي تمريد فبالتالي هبدأ ان انا املى البيانات ديت يا جماعة على هذا الاساس. بس يا شباب ديني مليت المالات البيانات بكل بوساطة وسهولة. الكمباني سايز ديت يا شباب خلوها في الافريج وهو من خمسين لمية. المهم يعني املى البيانات زي ما انا مليتها كده بس مش بالزبط غير على اساس وظيفتك او عملك يا جماعة. لان هما طبعا بيراجعوا التفاصيل دي بدقة شديدة جدا. بعدها يا شباب هنبدأ ان احنا ندوس على الداشبورد ونرجع تاني ومشا نروح برضو لسه نكتب الرفيو. لا. هنبدأ ان احنا همعلم ننزل كده ناخد الكويز اللي هما عاملينه دوت. يعني ايه كويز? يعني اختبار صغير كده بسيط عشان يشوفوا التطبيقات اللي انت استخدمتها في الموقع دوت والافضل والملائم ليك عشان تعملوا انت ريفيو. هنبدأ ان انت تجاوب على الاسئلة بتاعتهم على حسب بقى ما انت مشايف لان انا اجابتي هتبقى مختلفة عن اجابتك عن التطبيقات اللي انت استخدمتها كل واحد واستخدم تطبيقات معينة. طب هل ده معناه ان انا مش هقدر اعمل ريفيوهات للتطبيقات التانية اللي انا ما استخدمتهاش? لا يا جماعة هتقدر ان انت تعمل آآ ريفيوهات لكل انواع التطبيقات بكل بساطة. مش محتاج مش معنى ان انت خدت الكويز دوت ان هو هيحددك بتطبيقات معينة. بس يا سيدي لما بتخلص الكويز زي ما انت ما شفت معايا كده بيعرض لك افضل التطبيقات اللي انت تعمل عنها ريفيوه يا جماعة بكل بساطة على حسب الاجابات اللي انت ايه اللي انت كتبتها. طب ايه الفايدة من الموضوع اللي انا عملته دوت? الفايدة من الموضوع دوت يا معلم ان انت هنا الريفيو بتاعك لو عملته عن التطبيقات ديت هيتقبل بنسبة كبيرة او النسبة بتاعتك بتبقى اكبر ان انت يتقبل فيها الريفيو بتاعك في المواقع او في التطبيقات ديت. يعني مسلا انا هعمل معاكو دلوقتي مثال على الريفيو اللي انا هعمله عن سناب شات. طبعا كلنا عارفين تطبيق سناب شات مالووش اي نوع من انواع الجدال. ابدأ ان انا اكتب عنه كده واعمل رايت ريفيو. شباب زي ما انتوا شايفين هيبدأ ان احنا نملى البيانات اللي قدامك دي بكل بساطة تاني. احنا ملناها هناك في البروفايل هنبدأ ان احنا هنملاها هنا زي ما هي تاني. وزي ما انت هبدأ انا اختار عدد السنين اللي انا استخدمت فيها تطبيق سناب شات ولنفرض مثلا انا استخدمته فوق السنتين وعلى فاكرة كل ما يزيد عدد السنين دوت كل ما يبقى افضل لك ده معناه ان انت خبرة عن التطبيق دوت عندك خبرة كبيرة فتقدر ان انت تكتب ريفيو محترم وخلي بالك نقطة مهمة ما تخنسوكش اي ريفيو يعني ما تعملش زي اليوتيوبرز اللي بيقولك انت هتخلص الريفيو دوت في خمس دقايق او في عشر دقايق وبكل بساطة وسهولة والكلام دوت مش حقيقي انت الكلام دوت لازم ان تعمله واحدة وخطوة خطوة والكلام دوت انت هتجيبه من دماغك مش هتبدأ ان انت تجيبه كوبي من بست من ريفيو تاني هديني بحذرك اهول ان دي خطوة مهمة والناس الريفيو بتاعها بيترفض بسبب الموضوع ده فانت سيدي لو ما بتعافش انجليزي هتبدأ ان انت تفتح طبعا ترجمة جوجل كده في الجنب وتبدأ يا معلم ان انت تملى معها الخطوات واحدة واحدة بكل بساطة هنبدأ ان نختار الكاتيجوري او النوب بتاع التطبيق دوت الكاتيجوري بتاعها هو هو سوشيال ميديا طبعا ماركتينج وهنبدأ ان نختار عدد المرات الى السמ� gettin بها التطبيق في اليوم هبدأ ان انا اقول له يوميا وابدأ بعديها وخلي بالك انت كل ما توري ان انت بتستخدم التطبيق اكتر كل ما يدي انطباع كويس عن الريفيو بتاعك يا شباب فانت هتختار هنا انت ادمنستريتور ولا ايه بالزبط في التطبيق فانت يوزر عادي زي اي حد هتبدأ بعدها تدوس كلمة نكس هيبدأ بقى ان هو هنا يقول لك بس يا سيدي هنا بيقول لي ايه بعد ما قيمنا الكلام دو اتخد وقت طبعا هبدأ هنا بيقول لي بالنسبة للسناب شات دو اتغالي ولا لا هو اصلا مجاني فا اه هنختار ان هو مش غالي وهبدأ هنا ان انا التطبيق طبعا للاصدقاء وبعدها هدوس هبدأ بقى ان انا اخش على الصفحة رقم تلاتة ده يعتبر الصفحة الاخيرة ونقطة الاخيرة شباب اي رسالة من الرسالة اللي هنا او اي حاجة يطلب منك فيها كتابة ما تسيبهاش حتى لو مكتوب عليها يعني حتى لو مكتوب من الجنب كده كلمة ديت ما تسيبش الخانة فاضية ويكتب فيها كلام اه يعبر عن السؤال اللي طالبه منك بس يا معلم بكل بساطة زي ما انت ما شايف انا ماليت البيانات حتى من ترجمة جوجل ما اضطرتش ان انا افكر كتير عشان اجمع جوجل بالكلام الانجليزي يعني وادي زي ما انت ما شايف دي كانت النتيجة انا خلصت هو الريفيو بتاعي هبدأ ان انا اتعلم على علامة الصح اللي هنا ديت وابدأ ان انا ادوس بكل بساطة على كلمة ويا خلاص يا معلم هبدأ ان انا حل الكاباتشة اللي قدامي ديت عشان يتأكد طبعا ان انا اه انسان وكده زي ما بيقولوا بس يا سيدي بعد حل الكاباتشة زي ما انت شايف هو بيقولك your product review has been submitted وخلاص يا معلم كده انا عملت review عن التطبيق دوت معاملش بقى review تاني اياك وقف لحد هنا عشان في ناس زكية وتقولك روح اعمل review اتنين وتلاتة يا شباب نستنى ما يتقبل ال review الاولاني بتاعنا اساسا لازم نستنى ما يتقبل ال review الاولاني ليه لان لو ما تقبلش review الاولاني كل ال reviewهات اللي بعده اللي انا عملتها مش هتتقبل فكله بيعتمد على review الاولاني اللي انا عملته دوت لازم استنى ما يتقبل لو يتقبل يا معلم خير وبركة يبقى انت كده في السليم يا معلم ويعمل reviewات بقى بعد كده زي ما انت معاوز كتير عن كل التطبيقات اللي موجودة في الموقع وكلها هتتقبل طالما الاولاني يتقبل ولكن لو ما تقبلش يا معلم بقى هتضطر ان تعدل على المعلومات بتاعت الحساب بتاعك بحيس ان هم يقبلوا المعلومات بتاعتك ويبدأوا ان هم يخلوك تعمل reviewات وتتقبل طيب اعدل على المعلومات ديت ازاي عم يحيى عن طريق ان انت معلم تتواصل مع الدعم وتفهم المشكلة فين بالزبط وايس سبب اللي مخليهم مش قابلين review بتاعها طيب معلم يحيى اوصل للدعم ازاي ما انت ما قلت ليش هبدأ ان انا انزل لاخر الصفحة كده طبعا ده لما دوس على ال home page بتاعت الموقع وابدأ ان انا دوس على كلمة ايميل قص دوت هيجب لي الايميل اللي انا اتواصل بهم معايا طيب لما اجاب ليش الايميل هبدأ ان انا ادوس على كلمة about us ديت يا جماعة وابدأ ان انا انزل للاخر كده هلاقي هنا التفاصيل اللي انا اقدر امليها وتواصل معهم بها هامل الاسم والايميل والكلام ده كله واكتب لهم المسج هنا واقول لهم يا شباب انتو ليه مقبلتوش ال review بتاعي وايه السبب عشان ابدأ ان انا اعدله او احسن من review بتاعي هادلوا ان هم يقول لك السبب وتبدأ ان ان انت همعلم ايه تعدل السبب ده وتهوي بعدها خلاص يمعلم المرة اللي بعدها هيقبلوا ال review على طول طيب طرق السحب في الموقع ايه هي عن طريق طريقتين اول حاجة وهي ال paypal ثاني حاجة وهي بطاقات امازون يا شباب طيب اسيدي اعرف منين يا عم يحيا ان review بتاعت قبل ولا لا بنيجي طبعا بعد ما بنعمل login في الموقع ونرجع للداشبورد هنا هتيجي عند كلمة my reviews هنا ونبدأ ان احنا يا شباب نشوف ال review بتاعنا اللي احنا عملناه طبعا بتبدأ بقى ان انت تسحب بالطور اللي انا قلتلك عليها تيجي على كلمة my rewards هنا وتبدأ بقى ان انت تدوس اه see rewards طبعا يا معلم لو انت ال review بتاعك اتقبل فلوسه هتلاقيها موجودة في الموقع وهتلاقي هنا rewards بتاعتك زهرالك وتطلب بطاقة ببالة يا معلم وتبدأ انت تسحب فلوسك عادي جيد بس فالموضوع مفيش ابسط منه الموضوع بمجرد تسجيل دخولك وتملى المعلومات ديت وتعمل ال review انت خلاص كده خلصت المهمة اللي عليك وهتكسب لغاية عشر دولار في التقييم الواحد فازن الموضوع جميد جدا ويستحق المحاولة حتى لو هتدوء بالفشل يعني حتى لو هتروح وتفشل فانت مش خسران اي حاجة لان انت ممكن بالصدفة يا معلم التقييم بتاعك يتقبل ده لو انت عملته بالخطوات اللي انا قلتها بالتفصيل ديت يا شباب اتمنى يكون الفيديو عجبت ما تنساش اللايك المتين بتاعك والسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته